النهاردة يوم الجمعة بيصادف اليوم العالمي للدرجات الهوائية ودي مناسبة مهمة لتشجيع الناس على أنهم يرجعوا يستخدموا تاني العجلة حتى لو يوم في الأسبوع أو حتى يوم زي النهاردة أجازة أعتقد أنها هتبقى فرصة كويسة أنك تبتدي يومك بنشاط تركب العجلة ولو نص ساعة بس تتحرك بيها في المشاوير القريبة هتحس بفرق كبير في روتينك اليومي لأن ممارسة ركوب الدرجات بتعتبر نوع من الرياضة مفيدة جداً في تنشيط الدورة الدموية وتزبيط المود العام يمكن كمان بعد الكورونا ابتدينا نشوف الناس نزلت الشارع ابتدت تتمشى وفيه اللي ابتدى يركب العجل تاني وده اللي اختلف يمكن في ثقافتنا إحنا كمصريين نهاردة وأنا جاي في الطريق يا مصطفى لقيت ناس صحية من بدري جداً احنا بننزل بدري أو يوم بيتنا خمسة الفجر يمكن ناس في الشارع ماشيين بعجل الصبح ده أنت جاية في الموسم الجمعة الصبح تحديداً كل جروبات البايكس على الفيسبوك بيتجمعوا تقريباً بيتقابلوا فيه فيه ناس بيتقابل في الزمالك وفيه ناس بيتقابل على كورنيش النيل وبيبدأوا رحلة يعني طويلة فيه سعب بيروحوا محافظات بالعجل طبعاً ده الأدفانس ده الناس يعني المحترفين بس هو عموماً اللي بيحبوا العجل هتلاقوهم على الفيسبوك وحتلاقوهم على السوشيال ميديا جروبات البايكس كتيرة جداً أنت ممكن تعمل جوين تشترك معهم وتبدأ معهم رحلة تنزل معهم بالعجلة بتاعتك هم عموماً الجمعة صباحاً هو يعني هو دلوقتي حالاً يعني زي ما قالت بسانت كده هو الوقت بتاعهم أعتقد أن ثقافة ركوب الدراجات دي بدأت تنتشر في مصر بشكل كبير جداً بنشوف أوقات تجمعات للشباب اللي بتحب تمارس ركوب الدراجات وبيعملوا إيفنتات ويتحركوا في مجموعات بشكل آمن ده غير أن محافظة القاهرة عملت مشروع مهم جداً لو نفتكره كان اسمه كايروبايك هيبدأ يشتغل بشكل رسمي يوم 15 يوليو المشروع ده عبارة عن 45 محطة للدراجات منتشرين في وسط البلد أي حد يقدر أنه يؤجر العجلة بجنيه واحد ياخدها من محطة ألف مثلاً ويوصل بيها للمحطة به ويسيبها هناك ويجي غيره ياخد العجلة للمحطة جيم وبكده العجلة تفضل شغالة طول الوقت ورجلينة تفضل شغالة والدورة الدموية تفضل شغالة أنت عارفة العجل بيعمل إيه في جسم الإنسان طبعاً ده حقيقة النظام ده كمان يا مصطفى معروف ومنتشر في بلاد كثيرة جداً بره وأثبت نجاحه بشكل كبير بيسموه نظام مشاركة الدراجات بتبقى الدراجة فيها خاصية الجي بي أس أو التتبع عشان محدش طبعاً يسرقها أو يحطها في أي مكان غير الموقف بتاعها كمان اللطيف في مشروع كايروبايكس أنهم مختارين أماكن مهمة للمحطات اللي غالباً بتكون جنب محطات المترو ومواقف الأوتوبيسات النقل العام يعني أنت لو عايز تروح شغلك بالمترو ممكن تاخد العجلة لحد محطة المترو بدل ما تستخدم أي وسيلة نقل تانية طبعاً ده بساعدنا زي ما أنت قلت يا مصطفى أنهنا يومنا نبتديه بحيوية وبنشاط ونعمل رياضة مختلفة حتى لو بسيطة يعني أرسل موضوع ده في منطقة شباب العالم وفي زياراته للكلية الحربية وكلية الشرطة بيستهل الموضوع بركوب الدراجات وبيرسل رسالة مهمة جداً أنهو يا جماعة أنت تقدر تبدأ يومك بالشكل الصحي ده تقدر توفر كتير جداً أنك ما تروحش بقى مستشفىاته خلافه لا صحيتك تفضل شغلت دورة دموية تفضل شغلت يا جماعة ركوب العجل ده نعمة كبيرة أعتقد أنه سيوفر على الناس مجهود كبير جداً في أوروبا كل البلدان بيستخدموا ده بشكل عام في انتقلاتهم هولندا أنا كنت أري هولندا من أكتر الدول اللي بتستخدم الدراجات وأقل الدول اللي بتستخدم عربيات وأقل الدول اللي بتستخدم كمان دراجات نارية الكلام ده هيشجع الناس لهم يستخدموا الدراجات بشكل أكبر بشكل آمن هيعود إزاي علينا بقى إحنا كلنا كمواطنين هيقالل زحمة العربيات والتجدس في العاصمة هيسهل على الناس الحركة هيقلل نسب التلوث الكبيرة هيخلق مجتمع صحي نشيط فيه أكسوجين وطبعا إحنا شايفين كل التخطيط الجديد فيه مسارات مخصوصة للدراجات الهوائية ده موجود في ممشى أهل مصر موجود في الممشى اللي بتعمل في المعطم دلوقتي موجود في كل الحتة أعتقد دي فكرة جميلة محتاجين نغيرها ومحتاجين أن نكون قدوة للعالم العربي أن نحن يعني يبقى عندنا السقر يعني لو عنده عجلة يبتدي كده يومه ياخد عجلته وينزل يلف بيها كده تبقى حلوة وعنده بشاوير قريبة ممكن يروح بيها النهاردة يبتدي من النهاردة صحيح صباح الفل عليك يا بانسلام صباح الخير عليك يا مصطفى وصباح الخير عامنشاهدين صباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة